لماذا نحن فاشلون في أهداف أي تغيير على أي مستوى في حياتنا وفي ثقافتنا وفي مراجعة تراثنا هذا السؤال هو السؤال الأكبر الذي يجب أن نواصل محاولة الإجابة عليه نعرف جميعا بأن مجتمعاتنا والنخب الموجودة في هذه المجتمعات منذ نهوة قرنين من الزمان نحاول أن يقدم قراءة للتراث ومحاولة لمراجعته والنهوض والوصول إلى واقع جديد مختلف عما سبق وبما يسمح لنا أن نكون أعضاء فاعلين في العائلة أو الأسرة البشرية هذا الأمر لم يتحقق على العكس تحقق ما هو أسوأ وقال الصديق جمعة قدم مخترحا وهو قال بأن هذا التغيير لن يحدث في مجتمعاتنا إلا بأحداث التغيير سياسي ثوري راديكالي ويقوم على رأس مبادئه مبادئ السلام وحرية التعبير والمعتقد وأيضا إعادة توزيع الثروة أنا رب ألي هذا كلام غير صحيح ولا يمكن أن يتحقق لأن التغيير بهذه الطريقة لن يحدث إلا بطريقة شكلية وسرعان ما تعود الأمور إلى ما كانت عليها التغيير لا يحدث إلا بالتغيير شامل التغيير ثقافي واجتماعي وفكري ومعرفي وتغيير قيمي وأخلاقي هذا الأمور متماسك لكن هل هذا ممكن هو هذا السؤال هل السؤال ليس أن نحدث تغييرا وكثير من الناس دفعوا ثمنا باهظا لأحلام هذا التغيير انقلابات على حركات ثورية ملايين الناس ماتوا بسبب أحلام التغيير السؤال الحقيقي هو هل كيف نتغير وكيف نغير ولماذا نحن لا نستطيع التغيير يجب أن نكتشف معالم التغيير أولا وما هو الشيء الذي يجب أن نغيره هذه المسألة أساسية جدا فمثلا حتى ناخذ الموضوع بشكل بسيط نضرب مثال بسيط مثلا لدينا الآن بيت ضخم يعيش فيه تعيش فيه 20 أو 40 عائلة على سبيل المثال هذا البيت فيه أرضة فيه مشاكل كثيرة خدماته سيئة جدا التوصيلات المياه توصيلات الكهرباء خدمات صحية التعليمية سيئة جدا على هذا المستوى البيت الصغير أو القصر أو سميه مساحة كيلومتر مربع أو قرية سميه قرية صغيرة هذه القرية لا يمكن لها أن تستمر بدون وجود قنوات تواصل مع القرى الأخرى أو النظام العام الذي يحكم الجميع ممن يسكنوا ويعيش حول هذه القرية هذا النظام حلقاته تكبر حول هذه القرية هناك مثلا مدينة أكبر تابعة لمدينة هذه الدائرة الأكبر هي دائرة المدينة الدائرة الأكبر هي دائرة البروفينسيا أو المحافظة الدائرة الأكبر هي دائرة الدولة والدائرة الأكبر هي دائرة العالم أو المنطقة مثلا إذا نحن في العراق مدينة صغيرة وقرية في العراق وهذه العراق أيضا العلاقة بالدولة الانتماء عربي والانتماء إسلامي والانتماء آسيوي هذه الانتماءات وبعد ذلك الانتماء إلى العالم بأكمله كل حلقة تنظف فيها كل ما نشعر بوطعتها أقل لكن وطعتها كبيرة جدا عندما تصل إلى دائرة الدول العلمة الدول العلمة هي التي تهيمن على العالم وهي التي تتحكم بكل شيء تقريبا ويا ويلة وسواد ليلة اللي يزعلهم بطريقة أو بأخرى ونعرف جميعا ماذا فعلوا بصدام حسين وأمثاله عندما حاولوا التمرد الفكرة التغيير لا تحصل بوحي الرغبة الشخصية إنما التغيير يحدث بوجود حاجة للتغيير السؤال الآن هل لدينا حاجة للتغيير وهذا السؤال الأساسي فبالتالي نستطيع أن نحلم نحلم بالتغيير نستطيع أن نقول بأن وضعنا سيئة وما علينا إلا أن نجد حلا ونغير واقعنا المشكلة ماذا نفعل نحن أو ما هي التجارب أو المخترحات التي قدمت إلينا حتى يومنا هذا خلال قرنين من الزمن قدمت اختراحات بعضها يقول لك أن نخلط بين تراثنا الذي هو الذي ورثناه من الماضي وبين الحاضر المتقدم علينا في الدول الأخرى يعني نخلط بينهما ومن خلالهما نستطيع أن نتأقلم ونصل إلى الطريق الصحيح الذي يجعلنا متأقلمين مع الحال وهذا المشروع كان من أبرز أسمائه هو شيخ محمد عبد يعني نهاية قرن التاسع عشر يعني بحدود قبل مئة وأربعين سنة كان مع جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني كان عنده نوع من الثورية وهو شخص غامض ما تعرفه هو شيعي سني لكنه عموما ليس بعربي وهو من أصول أفغانية أو إيرانية الأمر غامض يعني شخصية غامضة لكنه كان شخصية فيه يعني شخصية فعلا عبقرية بطريقة وباخرى ولديها أفق مستقبلي وواسع هذا الرجل أيضا كانت الفكرة بأنه أدم أصدر هو كان في فرنسا أصدر الأروة الوثقة اللي كانت أعتقد اسمها الأروة الوثقة مشهورة جدا كانت يعني تصل إلى جميع حال عالم العربي والإسلامي هذه المجلة الشهيرة وكان لها تأثير هائل على الوسط الثقافي والفكري العربي والإسلامي في ذلك الزمان ماذا حدث هؤلاء حال الخلط بين الأمرين لكن حدثت كثير من التفاصيل يعني ممكن تطلعون عليها أدت بعد ذلك إلى ردة كبيرة اختار فيها تلاميذ محمد عبد من أجل محمد رشيد رضا الذي وهو سوري كان هاربا من سوريا وجاء إلى القاهرة في القاهرة هذا الرجل أيضا كان يميل أكثر إلى التسلف أو السلفية والسبب أيضا بعد يعني كان سقوط الدولة الأثمانية أو الغاء وكان يجب على أبناء هذه القرية التي تحدثت لكم عنها أن يستقلوا بأنفسهم يجب أن يجدوا إطارا آخر يجمع فيما بينهم أو يوجد نظاما مختلفا عن النظام القديم الذي كان هو شكليا لكنه كان يوفر نوع من الإحساس بالإنتما المشترك السلطنة الأثمانية وقبل أيضا السلطنة العباسية بالمناسبة كانت نفس المشكلة هي حتى الدولة الأثمانية عندما أتت حاولت أن تأخذ آخر خليفة عباسي وهو كان طفل ووجدوه في القاهرة في مصر وحافظوا عليه وبعد ذلك صدروه إلى الإستانة لم تكن نالك إستانة في زمنه يعني صدروه إلى مركز الخلافة الأثمانية وبعد ذلك وجد لهم الفقهاء الحنفيين وسيلة لأن يصبحوا سلاطينة وخلفاء طبعا هم لم يسمون أنفسهم خلفاء لكن هذا الفقهاء الذي حدث بأن هذا التغيير كان شكلياً لم ينبأ من حاجة العرب والمسلمين الداخلية الماسية إنما نمعت بسبب ضغط العالم الخارجي علينا هذا السؤال هو المهم فبالتالي عندما أنت تريد أن تغير يجب أن تغير علاقتك بالخارج يعني التغيير الأساسي الذي لم نفكر فيه ونعتبره هو التغيير الحقيقي هو تغيير علاقتنا بالآخر وهذا يتطلب أيضاً تغيير علاقتنا بأنفسنا تغيير نظرتنا لأنفسنا تحديد هويتنا الجديدة والخروض من هوية القديمة والتي هي هوية إسلامية عربية نقدر نقول يعني هذه الهوية يجب أن تتغير وليس تغيير سياسي هنا أو هناك أو حتى تغيير في قوانين وأنظمة وما شابه لا التغيير الجذري الأساسي هو التغيير الهووي وتغيير مفهوم النحنوي كما مفهوم أنا أطلق على نفسنا هناك شعوب نحنوية ما زلنا ولا نستطيع أن نكون شعوب منفتحة الأفق وتمتلك نحنوية غير مغلقة نحنوياتنا ما زالت نحنوية مغلقة وهي نحنوية دينية وطبيعة الدين هو أن يكون توجه نحنوي مغلق لا يسمح بالدخول أي شيء إليه هو يرفض الآخر قطعيا ويعتبر الآخر هو مرفوض وكافر أو نجس أو يجب أن يدفع الجزية يعني غير موجود في الذهن فالهوية قامت الإسلامية وهي هوية الشعوب المنطعة كانت هكذا طبعا الهوية الإسلامية كانت ومؤلم حتى الهوية العثمانية أو إذا صحة التسمية هي أيضا في الجوهر هي هوية إسلامية هويات الشعوب الامبراطوريات القديمة هي هويات مغلقة وترفض الآخر فيما عدا الامبراطور الرومانيين فيها كان مجال يعني أصدر قانون الشعوب أصدر قوانين كان هو جوهر قوانين موجودة في العالم الغربي حاليا يعني اعتمد على هذا قانون قال أيضا الفقه الإسلامي أيضا اعتمد على القانون الروماني الذي كان أيضا سائدا في زمن البأثة النبوية وفي زمن الدولة الأموية وبعد ذلك السلطة أو الامبراطورية العباسية فالتغيير بالنتيجة عندما تكون هناك حاجة موجودة لدى المجتمع أو الشعوب المنطقة هذه الحاجة كانت نوعا ما موجودة في يعني قبل في فترة الليبرالية ذلك صحة تسمية في العهود الملكية الأراقية والمصرية وأيضا في الفترة بأكملها كانت فترة كمال أتاتور كنقر نسميها في الثلاثينات أربعينات خمسينات حتى الستينات هذه الفترة الليبرالية وبعد ذلك استولت عليها الحركات القومية العربية وبعد ذلك سقطت الشرة سقطة وتعرضت لهزائم مدوية هذه الهزائم أدت إلى انحسار الدور القومي وظهور الدور الإسلامي وظهور الحركات الإسلامية لا أعتبر ظهور طبيعي غير طبيعي إنما هو بسبب الفراغ الذي حصل هذا الفراغ هو الذي أدى لظهور حركات الإسلامية لأن الساحة فرغت فلم تعد هناك مشاريع حداثية مشاريع فكرية مشاريع سياسية ثورية نقدر نسميها تستطيع أن تخلف الديناصورات الثورية التي سقطت وكان أكبر ديناصور هو عبد الناصر في 67 هزم وانتهى الموضوع ظهر التيار الإسلام السياسي هذا التيار الإسلام السياسي بالحقيقة كان يدعو إلى التغيير لكنه ليس إلى التغيير الذي يعيد النظر في كل شيء يعني لم يظهر التيار الإسلام مثلا يكمل المسيرة التي بدأها الفقهاء ورجال الدين المسلمين في الدولتين الأموية في فترة الإمبراطوريتين الأموية والعباسية والفاطمية أيضا بقيوا رجعوا إلى الماضي وأخذوا فقط ما يحتاجونه ويريدون إعادة تطبيقه كما هو يعني لم يفعلوا ما فعله الغزالي لم يفعلوا ما فعله الأشعري هؤلاء جميعا اشتغلوا شغلا جديدا وابتكروا ووضعوا عقيدة جديدة عقيدة الإسلام عقائد إسلام ووضعوا مذاهب ووضعوا علوم دينية كاملة ووضعوا قواعد اللغة العربية ووضعوا كل شيء يعني وتركوه لنا أصبح جزءا أصبحنا نحن نتيجة هذا التراث الذي تركوه أو بدأ هذا التراث يعمل عمله ويفعل فعله بحيث نحن الآن أبارة عن نتاج لما تمخض عنوى التراث على مستوى الحياة عموما وعبر ألف عام يأتي هؤلاء الإسلام السياسي الآن يريد فقط أن يعود فقط أن يأخذ من الماضي ما يشاء ويؤيد تكراره ويدعي بأن هذا هو الدين الصحي يعني مجرد فأل سياسي وليس فأل التغيير حقيقي هو بالمقارنة بالتغيير السياسي الثوري هو لا يختلف عن التغيير السياسي القومي أو القومة أو الاشتراك الذي تزعمه القادة العرب الذين وصلوا لسدث السلطة هؤلاء فعلوا نفس الشيء هؤلاء ماذا أخذوا التراث أو الفكر المعاصر لهم في العالم الغربي من اشتراك إلى أفكار رئيس مالية لا ليبرالية أخذوا هذا وحاولوا أن يطبقوا على واقعنا وكانت نتجه الفشر الدريع يعني القومية العربية مثل ميشيل عفلق وجماعة حوراني وذولا كلهم أتوا بفكرة القومية من العالم الغربي أو خاصة من أيام بيسمارك وفكرة القومية فكرة الدولة القومية أيضا أخذوا هذه الفكرة وحاولوا أن يطبقوا نظرية الوهد العربية وأننا شعوب عربية واحدة ويجب أن نتوحد وبدأوا يخلطون الاشتراكية مع الأفكار الاشتراكية مع الأفكار القومية والآجيولوجيات المنتشرة في ذلك الزمان في العالم الغربي وحاولوا أن يخرجوا منها بحصيلة سموها حزب البعث الاشتراكي مثلا ووضعوا شعارات يعني طوباوية وحدة حرية استراكية أمة عربية واحدة ذاتها رسالة خالدة يعني كلام لكنه لم يتمخذ عن شيء له قيم وعليه ما حصل هو أنه فشلت هذه المشاريع الاستيراد وأيضا أخلفهم الإسلام أتى أتى الحزاب الإسلامية وأيضا فعلت الفعل نفس أنها لم تبني شيئا على التراث الذي تركه الغزالي مثلا وحتى ابن تيمية والتراث الذي تركه حتى من جانب الصوفي التراث الذي تركه جلالد رومي والجليد البغدادي والتراث الذي تركه الأدباء والكتاب من أبو حيان وغيره ولا التراث الذي تركه الماوردي والذين كتبوا في مجال الأخلاق ابن مسكوي لم يفعلوا أي شيء فقط ذهبوا إلى جماعة السلفية ذهبوا إلى بن حنبل وراحوا رجع طبعوا فتاوى بن تيمية حتى لم يذهبوا إلى كتابه درع التعارض الذي انتقد فيه الفلسفة ولم يذهبوا حتى إلى تهافة الفلسفة الغزالي أخذوا فقط الأشياء وحاولوا أن يعيدون تطبيق النموذج القديم كما هو أي أنها مجرد حركة سياسية حاولت تستثمر الرصيد الإسلامي أو الرصيد الشعبي للدين الموجود في أفئدة الناس وقلوبهم ووجدانهم وضميرهم واستثماره لتسلق هرم السلطة وفعلوا هذا ونجحوا لكنهم نجحوا في الوصول لكنهم فشلوا في البقاء فيه أو تقديم نموذج له قيمة فكلاهما الإسلام السياسي والحركات الثورية السياسية التي ظهرت والتي دعت أنها لديها عمق فكري كلاهما فشل والسبب هو واضح أنه نحن لم نذهب إلى قانون تغيير حقيقي جاد حتى نعرف التغيير كيف يحدث نجب أن نعرف كيف حصل التغيير في العالم الغربي هذا مهم جدا وأنا سأخصص لحلقة خاصة أذكر فيها أمثلة وتطبيقات على ما أقول عندي نوعا ما نقدر نقول فرضية أو نظرية خاصة بهذا الصدد وهي أنني أرى بأن المجتمعات العالم الغربي وخاصة التي تبدأ من غرب أوروبا وتبدأ من إسبانيا والفرطغال تصعد إلى فرنسا وتصعد إلى هولندا وبلجيكا وألمانيا الجانب الغربي من ألمانيا وأيضا تصعد إلى إنجلترا والدنمارك هذه المناطق كانت فيها شعوب معزولة وربا ومكروهة أو مهملة لا أحد يفكر بالوصول إليها وهي على أطراف العالم القديم وحتى روما عندما احتلت جنوب إنجلترا بالقرن الأول قبل الميلاد واستمرت حتى القرن الأول بعد الميلاد تركوها قالوا هاي مناطق ميؤوس منها ولا جدوى من حكمها فتركوها وأصبحت منطقة تسمى مناطق البرابرة هؤلاء البرابرة هم الذين أسقطوا روما أعتقل في سنة 475 ميلادية والمفارقة بعد أن أصبحت مسيحية وأصبح الدين المسيحي هو الدين الرسمي للدولة الرومانية الامبراطورية الرومانية وظهر بعد ذلك أغسطين وقال بألف كتاب مدينة الله ردا على اتهام بأن الدين المسيحي هو كان السبب في سقوط الامبراطورية الرومانية كما قلت العالم الغربي كيف التغير كيف أحدث نقلة النوء لا سابق لها عبر التاريخ بين البشر كما نعرف بأن البشر أو الجنس البشري بدأ بالتطور بالخروج من أفق الماضي البدائي بعد خروج من أصور يعني العصر الحجري تقريبا ثلاثة فترات العصر الحجري الحديث والذي بعد ذلك أنتج لنا الثورة الزراعية الثورة الزراعية هذه هي التي تثمرت عشرة آلاف عام بعد ذلك أجت الثورة الثورة الصناعية الثورة الصناعية هي التي بدأت تغير لكن لماذا حدثت الثورة الصناعية هذا الشيء غير موجود لدينا الثورة الصناعية حدثت بسبب هذه الأزلة التي عاشتها شعوب العالم الغربي وهذه هي نظرية أو فكرة أو زبدة النظرية الأساسية التي أقولها طبعا هناك نظرية ماكس فيبر التي التعلق بأن البروتستانتية كانت هي سبب من أسباب الرئيسية لم يقول أنها سبب الوحيد قالها من أسباب الرئيسية البروتستانتية وخاصة الكالفينية التي أكدت على قيمة العمل وأن العمل هو نوع من الخلاص أو نوع له ثواب وجزء من سعي المؤمن في الحياة فكان هذا هو المبدأ الأساسي هو الذي أدى بعد ذلك إلى أن ينتشر هذا الإيمان بالعمل بين شعوب هذه البلدان لكن أنا في رأيي الموضوع هو ليس هكذا أنه لماذا ظهرت هذه الحاجة للتغيير الحاجة للتغيير هي الأساس الحاجة لأن تكون صاحب رغبة بأن تغير ما أنت عليه لأن ما أنت عليه أصبح حملا ثقيلا عليك ولا تستطيع تحمله هذه الرغبة هي التي ستولد الحاجة للتغيير هذه الرغبة غير موجودة لدينا حتى يومنا هذا بل عندما توجد فرصها يتم القضاء عليها من قبل الطبقة الكهنوتية المهيمنة على واقعنا تماما في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا وهؤلاء لا يكتفون فقط بالهيمنة على حياتنا والتحكم مقدراتنا وثرواتنا وكل شيء بل يدخلون في الجامعات في مناهج التعليم يدخلون في الفضائيات في كل مكان ليحرصوا لكي لا يتكرر الخطأ الذي ارتكبه رجال الدين في العالم الغربي وما هو هذا الخطأ وهو ليس خطأ لكن هناك واقع بدأ يتشكل في دول العالم الغربي غرب أوروبا هاي الدول كانت تعاني الأمرين من انعدام أو انقطاع الطريق بينها وبين الشرق سواء الشرق القريب أو الشرق البعيد كانوا بحاجة لكل شيء تقريبا كانت هاي مناطق تشهد نمو سكانية لكن تكون لديها فرصة لأن تتصل بالعالم الشرقي وكانت هناك هيمنة مطلقة على البحر المتوسط من قبل الامبراطورية الثمانية أيضا هناك الامبراطورية الصفوية الامبراطورية الروسية أيضا من الشرق دول غرب أوروبا هذه الهيمنة الكاملة أصبحت حاجز صد هائل ضد هؤلاء اللي التواصل مع العالم الشرقي طبعا ما كانت تكن مشكلة كانت حركة السيراد في التصدير ولكن كانت تكلف شعوب تلك البلدان الكثير وأيضا كانت تجعل تجعل الآخرين يتحكمون بمصائرهم كانوا في حالة الظنك مستمر يعني من يقرأ تاريخ البلدان الغرب أوروبا في القرن الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر سيكتشف بينها شعوب كانت تعاني الأمرين وفي حالة فقر متقع وقضارة ووساخة وجرائم وشعوب بربرية بمعنى الكلمة تقريبا مجرد كان هناك أمراء هناك أقنان الأرض كما يسمى الأمراء الأخطاء مهيمنين على الناس على مصائرهم لا يحق للفلاحيين الخروج بمناطقهم يعني دولا أقنان الأرض عبيد الأرض كما يسمون عندما بدأت معالم الاكتشافات الجديدة أو بدأت حركة الألمية ظهرت أفكار مثل أن الأرض كروية هذه الأرض كروية وهذا الحلم الذي سعاده بعض رجال كنيسة بعد ترجمة الكتب اليونان لأن الفكرة هي فكرة يونانية قديمة من قرن الثالث قبل الميلاد أن الأرض كروية ومطروحة شخص ما ذكر اسمه يعني مثل أرستيوفا شيء من هذا القبيل فكان يقول بأن الأرض كروية وأيضا العلماء العرب أتم هاي التصور موجود والإدريسي حسب محيط الأرض وتقريبا بطريقة دقيقة هذا كل حدث فظهرت فكرة جميلة وبدأت تداعب مخيلة الغربيين بكسر هذا الحاجز والخروج من منطقتهم أو بلدانهم التي هي في ضواحي العالم أو على أطراف العالم ومحاولة التصال بالعالم من جديد ولكن من الجهة المعاكسة وهي الجهة الغرب هذا الحلم بدأ يراود الجميع وحتى اقتنع فردنانز وأليزابيث الذين أسقطوا آخر مملكة عربية ومملكة الغراطة قالي زرتها قبل شهرين حتى تزرت المكان الذي تم فيه ومكان التي خرجت به السفينة كولومبوس وعند الصورة لها يمكن إذا سير فرصة خليكم شوفوها والتي خرجت من شبيلية سيفيلية كانت هي الميناء الذي هي صاحب مدينة داخل البحر المتوسط يعني يعني أكو ممر طويل أو قناة طويلة من البحر المتوسط أو يعني منطقة جنوب أو يسميها شرق إسبانيا من الأسفل شبيلية هناك قناة ترعى تقريبا طولها 10 كيلو أو 30 كيلو ما أعرف بالضبط ومن هذا المكان تم صناعة سفينة كولومبوس والخروج وأد صورة لهذه السفينة ما أعرف هي النموذج مالتها أو نفسها تقريبا هي نفسها حجمها شفتها ليست سفينة ضخمة جدا المهم فهذه السفينة هي اكتشفت العالم الجديد وهذا كان فتح كبير وكان الحلم هو كما نعرف جميعا أنه الوصول إلى الشرق لماذا الوصول إلى الشرق هذا هو دليل على صحتها الفرضية اللي أنا ضحها وأقول بأن الناس احتاجوا إلى التغيير وكان هناك كما قلت أن هذه المناطق غرب أربو مناطق شحيحة بالمواد الأولية المواد الخام وأيضا شحيحة حتى بالمواد الغذائية يعني حتى الأرض لا تنتج محاصيل متنوعة إلا الشوفان والشوفان أكلة بيئة جدا وطبخها ليس بسهل وهظمها صعوب بعد ذلك بالكاد بالقرن الثامن عشر يمكن يلا شوية تحسن الموضوع قرن التاسع عشر عندما اكتشفوا البطاطا والبطاطا وجدوها في أمريكياتين نبتة بدأوا يزرعوها في أوروبا وأصبحت المادة الأساسية في القرن التاسع عشر الغذائية الأساسية لشعوب غرب أوروبا وإنجلترا خاصة وأيرلندا وحتى حدثت مجاعة مات بسببها الملايين بسبب إصابة البطاطا بمرض فطري وأدى إلى انتهاء المحصول وهجرة بالملايين إلى العالم الجديد في أمريكا بسبب هذه المجاعة الهائلة التي حصلت وكان أيضا سهم بها الأمراء الإنجليز يعني قصة طويلة ومؤلمة جدا يعني ملايين الناس ماتوا بسبب عدم توفر غذاء وأيضا أمراء الإقطاع كانوا الأمراء أو اللوردات الإقطاع انتهد لك الزمان لكن أمراء كانوا يطالبون بحصتهم من الأراضي من المحصول وهو المحصول هو مضروب يعني وبعد ذلك أصدروا قرار ما ذكر تفاصيل بالضبط يعني ممكن تتابعوها بعد ذلك البرلمان الإنجليزي أصدر قرار بعد موت المئات الآلاف بسبب التعنت للأمراء واللوردات والبارونات مع الفلاحين أصدروا قرار بأنه لا يجوز أن تأخذوا حصة وهو الناس ميتين جوء يعني يعني هو يطيق حصة اللي بالكاد يطلع محصول بسيط جدا يكفي الناس تاكل يعني فهذه الشعوب كانت تعبانة جدا يعني الموارد أولية فكان الفرصة الوحيدة لهم هي أن يتواصلون مع الشرق عن طريق الغرب ونجحوا في هذا بدأت محاولات بالدوران حول رئيس الرجال الصالح من جهة أفريقيا من غرب أفريقيا ونجحوا البرتغاليين بالوصول إلى يعني فاسكو دي قاما ذكر وسووا مستوطنات في ذلك المكان المهم افتروا وهذا التغيير حدث بعد ذلك بسبب آخر أيضا إلى دور بالتغيير أنه الناس احتاجوا إلى التغيير والخروج من الماضي سواء الديني حتى الدينيا مارتن لوتر عندما تمرد على كنيسة لم ينجح بهذا التمرد إلا بسبب تحالف الأمراء معه الأمراء الألمان والجرمان تحديدا مع العلم أن هناك كانوا أربعة أو خمسة قبل مارتن لوتر لم ينجحوا في هذه المهمة لكن هناك كانت حاجة لأن يتم حاجة عد الأمراء للخروج على سلطة الكنيسة هذه الحاجة هي التي أدت إلى انتشار بروتستانتية ونجاحة وبل أنه جرى تضخيمها من قبل الأمراء ودعمها ومشهور المكان الذي قام فيه مارتن لوتر والقلعة على الإطلاق لا يوجد أي كتاب في أي بيت عربي أو مسلم في الفترة الأخيرة بدأت 30-40 سنة التي مضت بسبب الدعم السعودية والتوزيع ملايين عشرات الملايين من المصحف والقرآن الكريم على الناس مجانا بدأت بدأ القرآن يتواجد بشكل كثيف في كل مكان وبدأت الناس تعرف قصة الإنبياء قصص الإنبياء لأنه أصبح سهل يعني بجرد الشغل يوتيوب قناة تبطيك محاضرة كاملة عن قصة النبي فلان أو النبي محمد بلايين القضايا فبدأت المعلومات تنتشر لدى الجميع وهذه المسألة لم تكن موجودة حتى في العالم الغربي العالم الغربي بدأت ظهرت المطبعة جوتنبرغ اكتشف أو اخترع المطبعة أعتقد سنة 1450 في الحدود هذه هذا الاكتشاف الغير هو من أهم الاكتشافات التي حددت وغيرت وتش التاريخ بصراحة وكان أول شيء طبعه هو الإنجيل أو العهد القديم أعتقد البايبل كله المهم هذا هو التغيير الذي كان كان كل الناس في غرب أوروبا يتلهفون لحدوثه وهو الذي أدى إلى اكتشاف العالم الجديد وتغيير العالم بأكمل من معالمها التغيير أنه لم يكن تكن هذه الدول أو الشعوب تفكر بإمبراطوريات لهذا لم نجد أن هناك سلطة إمبراطورية بريطانية لأن نموذج الإمبراطوريات انتهى هذه المشكلة التي ما زالت المسلمين لحد الحزاب الإسلامية تحلم باستعادة الحلم الإمبراطوري الإسلامي هذا الموضوع انتهى لكنه من الغباء أن يفكرون بهذه الطريقة إلا إذا كانوا يفكرون فقط باستغلال مشاعر الناس وعواطفهم وجهلهم بحقائق الأمور التغيير كما قال الصديق جمعة لا يحصل برغبة رغبة نخبة معينة لا يجب أن تغيير من الداخل التغيير الذي حدث في العالم الغربي أو غرب أوروبا حدث بسبب حاجة الناس إلى أن يتغيروا ويتطوروا عندما نشاهد مثلا نراجئ التاريخ أو نطلع على أنجلترا في القرن الخامس عشر والسادس عشر كانت معامل النسيج أو ورش النسيج موجودة في كل مكان وكانت في كل ورش تجد هناك اسم خاص للتطوير والتعديد لماذا؟ لأن كانت منافسة شديدة بين الجميع هذه المنافسة بين الجميع هي التي ولدت الحاجة للتغيير هذه المنافسة هي التي ولدت طبقة جديدة لم يكن هناك مثيلا لها عبر التاريخ البشرية بأكمله هذه طبقة جديدة هي الطبقة البرجوازية بدأت بطبقة الحرفيين والفنيين والمتخصصين وبعد ذلك بدأت ظهور التحديث وليس الحداثة الحداثة لم تظر إلا كظاهرة إلا لاحقا بدأ المختصون يشخصون ظاهرة الحداثة لكن بدأ الأمر برغم بالتحديث رغم بالتطوير رغم بأن صناعة بالتصنيع الكمي هذا التصنيع الكمي ليس بهدف يعني التصنيع الذي ليس هدفه سد الحاجة كما كان سابقا لا هدفه التصديد إلى مناطق خراب هذا السبب تجد أنه الدول الرئيس المالية أو الغربية التي ظهرت بفعل هذه الحاجة للتغيير ظهرت لم تكن بحاجة لا تشكيل امبراطوريات كانت بحاجة لا أسوار لأنه مثلا عندما في فترة من الفترات بالقرن السادس عشر حتى ملكة انجلترا كان الناس جميعا حتى اللي أعطيهم رئيس مال يحاول أن يستثمروا وهذا الناس وعدها من الأشياء التي مشهورة أو اللي طلعت عليها أنه ملكة انجلترا نفسها اشتركت في رحلة بحرية اشتركت بمبلغ أعتقد حصة ب25% من أرباح دفعت رئيس مال وطلعت بحثة سفينة أخذت النسيج الذي صنعته بورش الإنجليزية وذهبت به إلى غرب أفريقيا وهناك استبدلوه بمجموعة من العبيد وأخذوا العبيد وباعوهم أين إلى عبر محيط الأطسي وباعوهم إلى منطقة كندية وفي كندا أخذوا المواد الأولية للقطن وما إلى ذلك وعادوا به إلى انجلترا وكانت أرباح الملكة في ذلك الوقت ممتازة جدا حتى جون لوك كان عند أرباح به التجارة جون لوك هو صاحب مبدأ الفصل السلطات وصاحب الأفكار الليبرالية والتسامح بار مفكرين كانوا أيضا هم تجار عبيد بطريقة وباخرى نقدر نقول عموما هذا الموضوع قدم لاحقا بتفاصيل أكثر حول كيف تطورت أوروبا كيف أصبحت أوروبا أو العالم الغربي هو سيد كل الشيء وكيف بعد ذلك وصل إلى حقق حلمه باختراق الشرق عن طريق الغرب ولم يكفي بهذا بل أصبح العالم بأكمله خاضعا لهيمنته وفي الوقت نفسه كانت هذه الشعوب خارج أفق التفكير وخارج حتى خارج كل ما كانت تفكر به الإمبراطوريات القديمة العظمة فبالتالي الذي حدث هو حاجة للتغيير مانسة هذه الحاجة غير موجودة لدينا فعندما نتحدث عن وجود حاجة للتغيير في مجتمعاتنا عد ذلك نستطيع أن نقول بأن هذه الحاجة هي أساسية أنا أعتقد بذور والظهور الحاجة للتغيير الآن بدأت تتضح أكثر من السابق في مجتمعاتنا خاصة بعد انتشار الوعي لكن المشكلة هو أنه كما قلت للصديق أنه قلت له أنه جمع النوت التغيير يتطلب وجود من يحتاج التغيير أو يتطلب شعوب تحتاج إلى التغيير وتسعى إليه كما حصل في غرب أوروبا والتي أدت إلى وجود من يقوم بإحداث هذا التغيير طبعا الغرب أوروبا لم يحدث بيوم وليلا لنما مآسي كثيرة مرت بهذه الشعوب وحروب عالمية وكانت تجربتهم قاسية جدا وأيضا حضورهم داخل مجتمعاتنا كان حضور قوي جدا وما نحن عليه الآن وهذه المشكلة أنه هنا التغيير لم التغيير فيما بيننا لم ينبع وما زال لا ينبع من داخلنا أو من حاجة شعوبا أنما يحدث بسبب الضغط الخارجي هذا الضغط الخارجي من قبل الدول العظمى وخاصة دول العالم الغربي وإنجلترا وفرنسا وأمريكا خاصة هذه الدول هي التي تدعونا على التغيير وليست هي بالمناسبة لا تريد أنها تغير للأفضل بل لكن ضغط ضغطها علينا وحضورها الكاسح في كل شيء يعني في الأكل في الشرب تجدها في الأجهزة تجدها في حاجتك حتى بالدراسة في العمل في كل شيء حتى الأموال التي تتعامل بها هي أموال موقع عليها الرئيس الأمريكي أو مدير البنك الأمريكي فبالتالي نحن مجبرون على التغيير هنا المشكلة المشكلة أنه يأتي الإسلام ويريد أن يستعيد الماضي بدون أن يحدث أي تغيير بدون أن يجعل الماضي هو متكأ للتطوير متكأ للتغيير أو لا بأس أنه يقول أنه هناك إله ونالك محمد ونالك قرآن لا بأس لا يوجد مشكلة لكن أعمل شيء من هذا التراث حاول أن تمضي أبعد من مضى فيه الغزالة مثلا حاول أن تراجع ابن تيمية وتجد أين مثلما الغرب رجع إلى أيام الرومان وأيام الإغريق وبنى فكرا جديدا وأحدث ثورات فكرية ومعرفية كبيرة جدا لكن لكنه لم يعد إلى الماضي ليستعيد كما هو لأن ما أتمره أساسا للانطلاق وللمراجعة وبعد ذلك يستمر ولم يتركه يعني عندما كلما يتقدم خطوة كلما تجد نالك ثورات جديدة تضيف على القديم وهكذا يعني يظهر مثلا على مستوى العلمي الفيزيائي تطورت الأمور بطريقة ممتازة إجا مثلا كيبلر وضع المعادلات إجا كوبرنيكاس طبق هذه المعادلات اكتشف بأنه ملومة شمسية قال الأرضية ليست مركز الكون بعد ذلك إجا نيوتن وضع قوانين جاذبية والقوانين ثلاثة المشهور وأمالته وأيضا وضع المنشور واكتشف أسرار الضوء وهذه كلها بعد ذلك حدثت قطيعة علمية من قبل نيوتن وهو قليل قبل أصل وضع قطيعة علمية مع الهندسة الإقليدية وما تركه اليونان والعرب يعني أثرهم في العلوم المختلفة وتواصل أصبحت إجا أنشتاين وحدث قطيعة كبرى في علم الفيزياء أو بالفيزيكس عموما أو قلب الطبيعة وإجت الثورة الكوانتية الكوانتوم ميكانيكس أيضا أحدث ثورة هائلة فهؤلاء كلهم استمروا مع بعضهم وكانت تطور على مستوى الفكري أيضا إجا ديكارت وبعد ذلك ظهرت التجربية العقلانية الديكارتية الفرنسية أو الغربي يعني نسموها القارية وبعد ذلك التجربية الإنجليزية هناك التواصل بينما نحن ما زلنا مثلا فخورين بالخوارزم الخوارزم قال علم الجبر لكن لم يخلف خلفه التلاميذ ولم يشكل مؤسسات علمية ومراكز بحوث ولو على شكل بسيط بحيث تتواصل ويثمر جهدها مع الزمن أو يتفاعل ويتطور جهدها مع الزمن ويحدث تراكم معرفي مستمر كما حصل مع العالم الغربي لماذا حدث تراكم معرفي مستمر في العالم الغربي لأنهم كانوا بحاجة لهذا التراكم لأن هناك نوع من شعوب لا تخضع لحكم مركزي وليست بحاجة لحكم مركزي وكانت تستطيع أن تطور نفسها لأن لم تتطور بضعتك ستكسد ولن يشتري أحد وبالتالي منافسة شديدة وما زال شديدة حتى يومنا هذا وهاي المنافسة صحيح بها قسوة هائلة لكنها تضغط على كل إنسان وتجعله يصبح مبدعا ومبتكرا عموما الصديق قال أن الحاجة للتغيير بالنسبة لنا الآن هي حاجة مفروضة علينا من خالج ما زلنا شعوبا لا تستطيع أو لا تتوفر لديها حاجة للتغيير الداخلي هسا يشوف نحن بسهولة ننحجر إلى الماضي بسهولة نعود القحقرة كما تقول العرب إلى الماضي إلى حضن الماضي ونستكين ونرتاح في حضنه أو في فراشه الوثير الواقع الآن يفرض علينا أن نقتنع بأن التغيير إن لم تتغير الآن إنما فسيجبرك العالم على التغيير وهو فعلا التغيير موجود الآن شعوبنا مرتبكة شخصياتنا شعوبنا شخصياتنا هوياتنا منشطرة لم نستطع أن نكون لنا صورة واضحة إذا العالم ولا إذا نفسنا هويتنا بين دعاء أننا ما زلنا على الدين الصحيح ولا الذي لا أحد يعرف ما هو ودعاء أننا أعداء للغرب أو نحن أمة متحضرة ولدينا حضارة تستطيع أن تنابز الغرب ولكن كيف لا أحد يدري هذا الرفض المستمر للآخر ما زال وعينا وعيا دينيا يرفض الآخر لا يستطيع أن يستوعب الآخر ويحاول بكل طريقة أن يقلل من شان الآخر يحقره يكفره يدعي بأنه منحل أخلاقيا منحل كذا فاسد مستعمر مجرم هذه الاتهامات كلها لن تنفعنا ولن تجعلنا يعني نبرر فشلنا وضعت ضعت حالنا وكسلنا وخمولنا وأيضا يعني لا تبرر هذه الحجاج كلها صلفنا وادعائنا بأننا على الدين الصحيح أو معنى على الطريق الصحيح لا بالعكس احنا كل طرقنا خاطئة ومن يدعي أننا على الحق والآخرين على باطل وهذا يكرر شأن طفوليا أو حجة طفولية يعني يصير مضحكة للعالم فعلينا أن نحتر بالواقع ونقول بأننا أن نتغيير لو لا تطور العالم وتطوره المذهل لما شعرنا بحاجة للتغيير علينا على كل واحد من أدنا الآن أن يشعر بأن الحاجة التغيير هي مهمة سواء أنت ترجع للدين ارجع لكن لا ترجع للدين هذا السلفي الأصولي الذي يعيد يعني كوبي بيست يعيد الماضي ويقول قال الرسول وقال كل الحاديث وهذه القضايا كلها كاذيف جرى وضعها في القرن الثاني هجري والثالث هجري أو تسعة واحد بالعشر تالاف من الأحاديث هي غير موضوع وحتى هذا أيضا هو مع الجبقية هو موضوع يعتبر فكلها تم تأليفها وإخراجها وصناعتها في القرن الثاني هجري في فترة العباسية أما دين الرسول فكان دين بسيط كان أشباب هي رسالة لا أكثر ولا أقل هذه الرسالة ظهرت في فترة المكية رسالة سياسية الناس للتوحيد وهذا التوحيد فكرته بسيطة يعني الدين الإسلامي بيأكمل فكرة المحمدية ورسالة المحمدية فكرتها بسيطة بدون هذا التحاجج بينه قال أكل الرسول كذا وفعل كذا ويجب أن نقندي بما فعل هي فكرة بسيطة الرسول قال أدعوكم إلى التوحيد وفكرة التوحيد هي بسيطة أنه إحنا لدينا توجهات مختلفة نعيش في مناطق مختلفة لدينا عادات فيها اختلاف نعبد حكومات أو آلهة كانت الحكومات والدول تسمى آلهة كل مدينة إلهة المحل الخاص فهي فكرة التوحيد التوحيد للآلهة هذه الفكرة أن كل الآلهة آلهة إلهة محلية لن لا نحتاجها وعلينا أن نتوحد ونعبد إلهاً واحداً معنى آخر دولة سلطة واحدة هي سلطة الإله وعلينا بعد ذلك أن نضع له الشريعة المناسبة لهذا الإله الذي يعبر عن حاجات هذه الشعوب يعني هي الفكرة هكذا يأتي بعد ذلك رجال الدين في العصر العباسي حولوا هذه الرسالة إلى دين وهذا الدين التحول إلى أداة أيديولوجية للسيطرة على الناس وغسل أدمغة والآن يأتي الإسلام السياسي ليستعيد هذه المحاولة لغسل أدمغة ولكن بعد ألف عام وهذه محاولة فاشلة وأثبت الواقع أنها فاشلة بامتياز وأدت إلى تدمير شعوبنا وتراجعها بدون نتيجة يعني التراجع لا معنى له ولا قيمة على كل حال أنا هاي الفكرة اللي أريد أقولها الصديق رج علي وقال التغيير هذا سبب أن هناك السلطة الاستعمار يرفض التغيير أو هناك قوة تعترض على هذا التغيير وأن هناك فئات من المجتمع هي التي تستطيع أن تغير وأنا أتفق معها بأنه عندما تظهر مثلا حتى فئة من المجتمع حتى لو بنسبة يعني خمسة بالمئة طبقة تظهر داخل المجتمع هاي الطبقة المتعلمة تستطيع أن تقود الناس ولكن أنا رأيي التغيير لا يحدث إلا عندما نؤمن بأن هويتنا الإسلامية أو التراثية لم يعد بالإمكان أن نستمر عليه علانا أن نصطنع أو كل واحد من أدنى علينا عليها لنشعر بأن الهوية التي هو عليها يجب أن تتغيير يجب أن نتطبع بطباعة جديدة يجب أن نبحث كل واحد من أدنى يبحث عن طريقة لأن يعيد صناعة هويته وتشكيلها وابتكارها من جديد وأن يؤمن بأن وهذا لا يتحق إلا بإيمان بأن الهوية هوية متحركة وأنه ليس من داعي لأن نعتبر أنفسنا جزء من القطيع وأن هذه النحنوية كما أسميها النحنوية العربية أو النحنوية الإسلامية التي تغلق الأبواب على أنفسها أمام الزميع وتعتبر كل ما هو خارج هو فاسد أو كافر أو منحل أو خائن أو عميل أو صهيوني أو أي شيء هذه البنية أو النحنوية التي نحن عليها التي تتعارض مع الهوية هذه النحنوية يجب أن تكون نحنوية متماسكة بقدرتها على التفاعل مع الآخر عليها أن تفتح الأبواب أن تكونوا مفتحة كما هو النحنوية مثلاً أمريكية المجتمع الأمريكي أو النحنوية الغربية أو المجتمع الفرنسي أو المجتمع الإنجليزي مجتمع لديه خصوصيته لديه نحنويته أو ذاتيته هذه النحنوية منفتحة ولا تخشى أي تغيير لكنها متجدرة ومت... نستطيع أن نكون متقوقعة حول ذاتها عبر الدولة القومية تشعر بانتماها إلى الدستور البلد تشعر بهويتها الوطنية أن تمهل الأرض ولهذا ستشوف التجد الأمريكي يدافع عن بلاده ويذهب إلى أقصى الأرض ويدافع ويقاتل ودون أن نسمع يوماً أن جند أمريكي خان بلده هذا أمر لا الغير موجود رغم أنه لا ينطوي على عقيدة دينية إنما عقيدة إلا علاقة بالعالم الحديث فبالتالي هذه النحنوية هذه التي نحن بحاجة لها لكنها نحنوية غير منغلقة ليس نحنوية غير قطعية الانتماء يكون فيها إلى البشرية بأكملها لكن في الوقت نفسه ننتمي إلى بلداننا مثلاً الأراق ينتمي إلى عراقيته وهكذا لكنه يفهم بأن هذا العراقية لا تعني أنه عدو للآخرين أو ينتمي إلى نحنوية مثلاً الدينية الإسلامية أو الشيعية أو السنية لكن هذا علي أن يعرف بأنه الآخر ليس مرفوضاً إنما الآخر موجود ونستطيع نتفاعل معه ونتعلم منه ونعلمه وبدون أي حساسيات هذه الحساسيات الموجودة التي تنتشر بيننا هي الحساسية القاتلة التي يجب أن نتخلص منها بعد ذلك يحدث التغيير نستطيع أن نتحدث عن التغيير لم نفتح الأبواب مع أنفسنا وكل واحد يؤدي هذا الدور لن ينجح التغيير لهذا السبب شوف كل محاولات التغيير على المستوى السياسي فشلت التغيير لا يحدث إلا من القائدة والمشكلة القائدة الآن تتعرض إلى عملية غسل دماغ يومية من خلال آلاف القنوات لكن أنا متفائل وأعتقد بأن آلاف الناس الذين يقدمون جهدهم من خلال قنوات اليوتيوب وأيضا تيك توك وغيرها والمواقع المختلفة هناك هناك تيار جديد يظهر تيار تنويري حقيقي وأتمنى أن أقدم كل واحد من الأدنان يقدم جهده ومشاركته في هذا وأنا أتشرب بأنني أحاول أن أقدم خطابي أو رسالتي التنويرية لجميع وهي ليس هدفها تدمير الدين ولا تدمير يعني ليس هذا الموضوع هو لا نحتاج هذه الحدة في الحوار إنما علينا أن نفكر جميعا ونعرف أن المشكلة هي تجمع ونتعرض لها جميعا وعلينا أن نفتفهم بأن الخلاف بالآراء هو المفيد وليس التطابق في الآراء التطابق في الآراء هو آخر الشيء يجب أن نبحث عنه لكن علينا أن نتحاور ونكتشف الثغرات والأخطاء التي نفكر بها بين بعضنا البعض بنفس منفتحة ومتفهمة مع السلام